للمزيد حول قرار مجلس الأمن بتمديد حظر بيع الأسلحة لإيران ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن المتخصص بالشأن الإيراني محمد المذحجي سيد محمد بداية أهلا بك رفض مجلس الأمن مشروع قرار أمريكي بتمديد حظر بيع الأسلحة لإيران بعد أن صوت عليه بالرافض من روسيا والصين وامتناع أحد عشر عضوا عن التصويت كيف تقرأ هذا التصويت وخذلان حلفاء أمريكا لها؟ في البداية تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين أهلا طبعا هذا جزء من الصراع الدولي الدائر حول السيطرة على حوزات النفو في منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص والصراع حول التحكم بالنظام المالي العالمي نابع الولايات المتحدة والصين وحلفاء الصين خاصة في أوروبا كألمانيا وجزء من بريطانيا وكذلك جزء من فرنسا وهذا يفسر بهذا الجانب التصويت الأوروبي ومن مع أوروبا والصين ومن مع الصين ضد قرار الولايات المتحدة بتضييق الخناق على إيران بصفتها العقدة الرئيسية في المشروع الأوروبي الصيني المعروف باسم طريق الحرير الجديد أمريكا اليوم لم تحسم المعركة الدبلوماسية لصالحها كما يرى كثيرون وفي المقابل إيران تصور رفض المشروع انتصارا إلى أي مدى يعد عدم تمديد القرار انتصارا لإيران كما تصوره طهران حاليا هو انتصار للصين وليس لإيران إيران هي ساحة المعركة حاليا والحرب المخابراتية والاقتصادية دائرة على أراضيها منذ ما لا يقل على ثلاث سنوات منذ مجيء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سدة الحكم وهذا لا يعتبر انتصارا لإيران بعكس يعتبر انتكاسة لإيران لأنها أصبحت ساحة للصراعات الدولية وهي كانت بمنأة عن هذه الصراعات خلال السنوات والعقود الماضية رغم أنها كانت لاعبا في هذه الصراعات وكنا نشهد أن إيران حرقت أفغانستان والعراق وسوريا ولبنان واليمن وباقي المناطق لكنه الآن النار تنتقل إلى داخل أراضيها وشاهدنا التفجيرات الماضية لكنه النقطة الأخرى التي يجب أن ننتبع إليها هي أنه الولايات المتحدة ستفاعل عقوبات أخرى تمنع إيران من الحصول على الأسلحة الفتاكة وهي لها علاقة بالاتفاق النووي وعلى الصين وروسيا أن يطرحا أو أي دولة أخرى كألمانيا أو فرنسا أن تطرح قرارا جديدا في مجلس الأمن لإلغاء هذا الجزء وطبعا ذلك سيتم رفضه بحق النقض من قبل الولايات المتحدة فالعقوبات السلاح ستبقى على إيران نعم طيب برأيك إلى أي مدى أثر قرار الحظر الممتد منذ ما يقارب الخمس سنوات على قدرات إيران العسكرية هل أثر كثيرا؟ نعم هذا القرار أثر كثيرا على إيران طبعا الصين من خلال كوريا الشمالية أرسلت لإيران تقنيات وأسلحة خاصة لكن هذه الأسلحة لم تتجاوز حدود معينة بسبب هذه العقوبات وإذا تم إلغاء هذه العقوبات وأنا كما أسلفت حسب المخطط الأمريكي هذه العقوبات لن تلغى نعم وستستمر لسنوات أخرى إيران حصلت على أسلحة فتاكة وصواريخ بعيدة المدى وتكنولوجيات متطورة تقنيات متطورة في جانب التسليح وهذا القرار منع إيران من ذلك سؤالي الأخير إليك سيد محمد المذحجي بعد فشل أمريكا في تمديد قرار حظر بيع الأسلحة لإيران ما الهامش المتبقي للولايات المتحدة الأمريكية من أجل تقليم أظافر إيران في المنطقة يعني حسب ما جاء على لسان السفير الأمريكي السابق في قطر قبل يوم أو يومين والذي كشف عن مخطط الإدارة الأمريكية لشن عملية عسكرية واسعة على إيران وقال أن الإدارة الأمريكية قد تبادر بهذه العملية حتى قبل الانتخابات والرئيس الأمريكي لن يستنى إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية في شهر تشرين الثاني نظمبر القادم والولايات المتحدة بالنسبة عن الصراع مع الصين في إيران وهكذا يجب أن يقرأ وليس الصراع مع إيران هو الصراع مع الصين داخل إيران الملف بالنسبة للإدارة الأمريكية دونات شارف ملف محسوم ويجب حسب هذا الصراع لصالح الولايات المتحدة وإن لم يتم ذلك فالصين ستسيطر على حوزار نفوذ أكبر في منطقة شرق الأوسط على حساب الولايات المتحدة الموضوع لا له علاقة لا بإيران مباشرة ولا بأعداء إيران الموضوع له علاقة بالصراع حول حوزات النفوذ في منطقة الشرق الأوسط بين الصين والولايات المتحدة من لندن كنت معنا عبر الهاتف المتخصص بالشأن الإيراني محمد المدحجي شكرا جزيلا لك